السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وشارككم بخاوتي لاباس بخير على بليش وقتكم بزيب صح الله غالب فيديو كما هذا لازم يكون هذا هذا هو الشيرك وتشوفوا هذا هو الماناجر تعريض محرز هندي واسمه جورا بيشان كايا جورا بيشان جورا بيشان ندخل لكم في هادايا شكون هادايا هادايا ولد زاد في الهند وهاجر مع العائلة تعمل الانجليز بدأت تجارة مع بابه في الطنوبيلات يبيع ويشير في الطنوبيلات ومبعد دخلها في تجارة البيترول في البورصة كما قلوا أي واحد يقدر يشري الأسهم في البورصة تكون عندك شوية دراهم عندك حتى ألف أورو تدخل في البورصة في عشر آلاف تدخلها في البورصة ومبعد قلبها في الرياضة كان في عمره ثلاثين سنة أسس شركة واسمها أمسي 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 أسس شركة واسمها أمسي في لندن تركز على المواهب اللاتينية الشابة ويجيبهم يسوقهم في أوروبا هكذا أخوتي وشراء واحد النادي في البرازيل دخل في الأسهم بتاعه بنسبة كبيرة نادي كوريناتيانز في البرازيل باش يحط ناس باش كما قولوا يشوفوا له المواهب ويصيد ويجيب بيزنس بيهم في الأوروب هكذا أخوتي دارت حولوه شبهات الفاساد قال لك كيفاش هدفي عمره ثلاثة وثلاثين سنة وعندوا أموال كبيرة كما هادية وزادوا دارت عليه شبهات قال لك باللي را هو يعمل تحت اسم شخص تاني مخفي روحه كما احنا كنا قولوا واسمه الخالفة في الزاير كانوا ها قدر قصات على الخالفة شكوا فيه الجرائد وبدوا يتهموا فيه سورته قال لك كي جاب الصفقة تاع كارلوس تيفيس 22 مليون أكبر صفقة قال لك في 2005 كان مبلغ كبير بزاف تمال يزادوا دخلوا فيه الشوكو وهذا يا أخوتي هو اللي حطهم برشالونة هو اللي حطهم برشالونة هو اللي دخل كي باعوني مال راكم تشوفوا هنا يا وش راني نحط لكم كي باعوني مال يلقاهم متخبطين كي يلقاهم متخبطين جاتوا الفرصة قال لك أنا هذه هي الفرصة التاعي فهمتوا؟ دخل هازع ما بش يعاونهم جاب لهم قال لك باولينيو من الصين حتى الجماهير حارت قال لك كيفاش خلوه في الأوروبة راحوا يجيبونا باولينيو كبير في العمر و جايبين للصين وبدأت قال لك تضر شوبهات على فليب كوتينيو الهضراء وكذا ومنا قال لك من وراءها هذا هو الشخص اللي وراءها دوما وكانوا يحبين يجيبو اسمه واسمه تاع 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 شالسي ويليان و هذا هو أخوتي وقال لك كسر برشالونا وهذا يا الشخص هذا يا أخوتي يجري موردراهم صنبيتي وميهموش هذا الانسان شوفوا يا أخوتي هادي الصفقة تاع كوتينيو وهذا الصفقة تاع ريال المحرس تحنش باوت كوتينيو باصه في كرسي الاحتياط وال lactate المحرس باصه في كرسي الاحتياط هذا مهموش البنود في العقدي أهمتوا يا أخوتي؟ هذا الانسان لا مهموش البنود في العقدي اذانا بزنازي يحووص يحوص على الظراهمرك وتعرفوش راني ينقصد بهذا الكلام جاتو آفير يديرها ما يحوص شقع يفهم هادك اللي يربح ولا يخسر أسكو برشالون تربح به ولا تخسر به أسكو كوتينيو ولا رياض محرز ينجح في السيتي وتربح به ولا يربح معهم ولا يخسر معهم ما يهموش يهمو هو يرميك طب يدي تشيب بتاعو ويجب ذروحو فهمتو والدالي شوفو الصراع مع كوتينيو زيدو شوفو شرعه صاري مع رياض محرز لأنه ما يحقش بونود كيمدر تلكم الفيديو تاع البارح على السير لينك يكون عندك ماناجر شباب ما يحوص شقع على الظراهمر ولا يحوص يدير السفقة يحوص على البونود أنا باش نسني لك عقل لازم يكونوا بونود وناس قسوني كيفاش قالولي كيفاش البند يكون البند مربوط بقوارديولا هذي اسقسوني عليها د monopol نجاوبكم عليها ذوقا أخوتي مش قضية البند من سنية فيه قوارديولا البند مربوط معها قوارديولا انه اسم قوارديولا داخل في البند أنت ما يقدرش يسنيه لك باريزم تلعب أساسي غدوا يروح غواردي ولا يجي مدرب واحدة أخر باش يسنيه معهم يقولوا له هذا لازم يلعب أساسي نو أنا هذا ما يدخلش في الطاكتيكات التاعية وما تحتمش عليها فهمت ودوكا وش قصة زياناية كي يروح غواردي ولا ينتهي البنت تاع ستيرلينج باللي يلعب أساسي تبقى تبقى واسمه العقد التاع ويبقى حتى الـ 2023 بصح البند اللي فيه غواردي ولا يتنحى فهمت وش حبيت نقول لأخويا هادي هي باش الناس تفهمها ما قلت شانا البنت سما كيما قولوا غواردي ولا يسنيه فيه نو باللي ما دام راهو غواردي ولا هنا رك تلعب أساسي يروح غواردي ولا يجي مدرب واحدة أخر هادي كي يدبر رأسه هو خوتي المهمة لاني وصلت لكم وش حبيت نقول والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته